السلام عليكم صباح الفل عامل النوم معكم اخيكم احمد كمال ده فيديو جديد لسوق الجراوي والكلاب الالكترون اهم حاجة واول حاجة هنصلي على النبي ولا عبدالله السلام ما تعملش لايك ولا شير ولا كومنت ولا الكلام ده خالص انت صلي على النبي انت تاخد السواب واحنا ناخد السواب وبس كده يلا نخش السوق ونشوف ايه اللي معنا هنبدأ الاول عزيز المشاهد باهم جراوي في الفيديو عشان نلخص معاك الكلام دي جراوي محترمة تقليب محترم جيرمان شولاين روح بص على الاهالي روح شوف فيديو جوازة مكانهم غالبا المنصورة برضو تواصل معاك لتأكيد المكان يعني رقمه عندك اهول التواصل والجراوي دي اتقى الجراوي في الفيديو دي جراوي شيتزو الجراوي بيتكلم في 2000 جنيه بص هو سعره عالي شوية بس هو ممكن يكون سلالة نقية ايه اللي يسبت الكلام ده نشوف اهالي 2000 جنيه كتير ممكن نفاصل معه شويتين ثلاثة اربعة خمسة ستة بس الجراوي كيوت وحجمها ميني وشكلهم كويس وازرافي يعني عارف انت اللي هو ايه تدفع فيهم وانت مبسوط يعني يصلحوا بقى للهدية للتربية لحاجات كتير قوي الحاجات القزمة الجميلة دي اللي هي بتديلك حراسة تنبيهية اممم مناسبة جدا في البيت في الشقة في البلكونة مع الاطفال لو عيشت وحدي لو انا سن كبير ومش محتاج كلبي يكون في تفاصيل كتير ويجرجرني وهو وانا ماشي بقى ويوقعني في الارض والحاجات دي كلها السلالات دي كويسة بس برضا رجع واقولك مفيش كلب يتدلع زيادة عن اللزوم علشان اخلاقه ما تبص مننا مش معنى ان كيوتو حلو ان انا افضل مدلعه واعمل له كل اللي هو عايزه ربي عادي ككلب عادي زي وزي ايه كلب اللي عايز جراوي بيت بول جراوي تقليب كويس الام اللي انت شايفها قدامك دي لونها بلو مش اسود رميا كام جراوي حلوين والله وضمهم حفيف حجمهم كويس النتاية منحولة عليهم عارف انت اللي هي مردعاهم ما شاء الله لما قيلين يا كيفا وبرضا انا شايف خدمة حلوة يعني مخدمين في التغذيه فالجراو ااخد حجمه ما شاء الله الجراو صحته كويسة بيجري ويلعب بيرضع مصبوط يعني الدنيا ايه مصبوطة ألواناتهم حلوة ومش حقول لك يعني هي مش نادرة ولا حاجة ألوان برندل أبيض في سود أبيض في بني مش عارف ايه كلام ده كله بلوف أبيض يعني ألوان كلها عادية لكن النادر في الموضوع تقسيمات الألوان سبحان الله اللي هو ملطش أبيض ملطش أبيض ملطش أبيض ازاي تحسوا ألوانهم فريدة شوية يعني تقسيمات ألوانهم فريدة شوية بس حلو يعني في الإجمال حلو ده الأب أبيض سادة ده فيديو الجوازة زي ما انت شايف كده برضو الله ما صلى عن النبي أكيد الأب متاح للجواز ما بيطلعش الأم لكن الجراوي كلها متاحة للبيع حلوين حلوين وسعرهم مش عالي عما حنقول في الجروة كام هو مقال ليش سعر بصراحة ولا قال لي مكان ولا قال لي أي تفاصيل بس احنا ممكن نقول في الجروة ألف ونصف وقابلين للتفاوض ما تزاعدش نفسك مع أنه هم للأمانة يستهلوا أكثر من كده بس برضو عشان الدنيا تمشي احنا بنمشي الدنيا مع بعض كلب البيت بول على فكرة هو كلب ممتاز جدا اوعد صدق حد يقولك أنه يعد صاحبه اوعد صدق حد أنه يقولك فيه عدمتين بيقفل على بعض يلمسه مش عارف ايه فيه ناس تقولك اوه لما بيقفل في السن ذاكرته بتبقى ضعيفة عادي أي كلب لما بيقفل في السن ممكن ذاكرته تضعف ممكن نظره يضعف ممكن أي حاجة تضعف عادي بعد السبع سنين احنا مش بنحسب الكلب اللي هو ايه بالتفاصيل المملة فده طبيعي الكلاب البيت بول من الكلاب الوفية جدا اللي صاحبه اللي عنده استعداد يعمل اي حاجة ما بيحسش بالقلم طول ما هو متعصب هو اكيد بيتقلم بس تحسه ما بيحسش بالقلم طول ما هو متعصب او غيران على صاحبه او غيران على مكانه ما بيحسش تدريبك الصح هو اللي هيخلي الكلب زي ده فعلا كلب كلبك مش قطة ولا كلب ممكن يصور عليك او يعمل مشكلة او يجيب لك اصلا مشكلة الرجل ده كان عنده قص دكر وانتاية ربهم شوية قال لك هنعطلع النتاية النتاية حكاية السلعة النبي عليها تقليبها كويس وجميلة بص هو الرجل قال لي يعني حدد انت السعر احنا هنقول 5000 جنيه قبل التفاوض برضو روح بص بص الكلبة كويسة وتستاهل تدفع فيها وتفاصيلها تحفة وتقليبها حلو فلو انت ناوي تنفذ توصل عليه تلفونين النتاية البيتبول الفون دي عنده حوالي شهرين ونص ده خلعت ثلاث شهور هو صاحبه بيقول انها بقى 2000 جنيه يعني برضو خلينا في الحنين شوية يا جماعة حاولوا انتو بتحطوا اسعار لحاجتكو حط سعر معقول في سماحية للفصال معقولة يعني متقولش 10.000 جنيه عشان انت توصل لألف ونص مثلا مثلا هو اكيد اول ما هسبع منك 10.000 جنيه في كلب يسوى ألف ونص هقولك سلام عليكم مش هفاصل معك هفاصل معك في كام في 8500 جنيه يعني خليك برضو ايه حطة التسعير دي خلي لينا منطق ماشي هي دي تقل عليها ألفين جنيه ماشي قبل التفاوض بقول التفاوض حبه حلوين بس كان الافضل طول 1800 اكسر الحاجت المقفولة دي ال 1800 اللحيجة اه هيقولك مش هفاصل في 300 جنيه اخدها بألف ونص زي الفول انما ألفين ممكن تفجع شوية ممكن تقفل اللي جاي يشتري فحتة التسعير دي فيها فن شوية عشان تسرع معانا عملية البيع ومن اسكندرية ابو ثلاث الجارو المالينو ده من شغل اخوية مصطفى السمالوسي حاجة محترمة تقليب تدريب كل حاجة بيعمل كل حاجة هو لسه عنده جارو ثمان شهور فخلينا برضو ايه بنتكلم في المعقول كلب كويس في تقليب حلو في تدريب حلو ودايما في ناس كتير بدول على تدريب قبل تقليب يعني بكام بقى كل الميكس اللي انت بتقول عليه ده بثمان تلاف جيني يعني يوقف عليك بخمسة بمعنى هو متدرب حراسة بس بثلاثة هو تقليبا كده لا واقف عليك ببلاش لان تدريب الطاعة بخمس تلاف تدريب الشراسة بثلاث تلاف فالاجمالي هما ثمان تلاف واخد كلب جاهز بثمان تلاف كلب جاهز طاعة شراسة بيعمل كل حاجة تقليب كويس عدى سن الخطر يعني كل حاجة سالك معاك الدنيا سالكة مساء الله فهو ريس اللي ياخده والكلب كويس زي ما قلتلك وبرضو روح بص على ايد نفسك اختبر كل ما تحتاجه كل ما انت عايز تختبره يا راجل ده ثقة وحكته كويس ومن البحيرة كوم حمادة جايلنا هذا دكر الجريفون الفرنساوي الفصيلة اللي انا بحبها شخصيا علشان مش كسيف الشعر زيادة عن اللزوم زائد الكلاب دي بيبقى فيها غريزة الحراسة ممتازة فانت لو حطه في مكان او حاجة هو بيحرص بصوته جهاز انزار صغير كده فهيتكلم دي الكلاب الجريفون بيتكلم من خمسمائة لسبعمائة جيني يعني في الرينج ده اقول خمسمائة فيها قبل للتفاوض او خمسمائة نهاية سبعمائة قبل التفاوض ده كده ايه تسعير كويس للحاجة للبيع ام عندها سنة وست شهور مكانها طنطة الغربية حلوة جميلة وكويسة مصكة كمامة دل الارض يعني تساوي الفين ونص فرخت قبل كده ومعاها جرو من جروية الجرو اللي معاها حنقول عليه برضو ب الفين ونص لنا برضو ايه عدلين الكلام طيب هو الاتنين متحين للبيع الاتنين متحين للبدل بنتايا تقليب عالي حتى لو هيدفع فرق ده اللي هو ايه اللي هو لي الجرو هو بيرضع منها ابنها مساء الله المهم يعني هو معه جروين وتقريبا موقف واحد لنفسه فانت شوف الدنيا فيها ايه هي معها جرو والنتايا نتايا دي كويسة خلي بالك وانا مش بحبز ان حد يبيع نتايا شغالة يعني انتايا زي دي مقاومة جروة قدام عينك وشغالة يعمر كينها وهات جنبها نتايا تانية ما تبيعهاش دي نصيحة يعني بس اوه عريضة للبيع دي حاجة ترجع لك من الاسماعيلية جايلنا جرو بكينوه ام عمل سبعمين جنيه والله هو انا شايف سعره اقلب كتير من تقليبه اقلب كتير يعني الحاجة دي عندنا هنا في اسكندرية بيتقالع ليه بألف وبألف ونص كمان وبيطلع بيهم خلي بالك في حجم كويس ميني لون كويس برضو معان تايا نتايا للانتاج فقط مفوتة حوالي حتين تقريبا بيتكلم فيها فاربع تلاف جني نتايا ما فيهاش تدريب خالص نتايا للانتاج وللعلم عنده اخوها مشغلوا جوازات ده هو الايلهولي الكلام اللي بقولك علي دلوقتي ده انا شايف نتايا كويسة جدا بتقليب حلوة قوي بدل ممتاز بحجم ستاندرد شوية بس برضو في حتة كويسة بالنسبة للبورس السغنان ده ماشي هو سبعمائة جنيه حلوة قوي يعني لو الاتنين هيخدهم حد في قلب بعضيهم باربعة ونص او ياخد دوع ده ده دية شغال بس انا شايف ان تايا بجد تستاهل اكتر من الاربعة تلاف والله ماشاء الله استلم عند الدكتور اعمل اللي عليك يعني انت برضو بتروح تعمل اللي عليك وتستلم عند الدكتور خلاص بتاخد بالاسباب الدكتور مش ساحر يقولك ده هتطلع حنانة على جروه ولا لأ بس على الاقل حيطمنك حيامنك حتبقى انت عملت اللي عليك مش حاسس بالزنب يعني تواخد بالاسباب وزي الفن بس انتايا والله ماشاء الله يعني حاجة تحفظ بس صالة عن نبي ربنا يبريك له فيها ويحصل له سؤال من المحلة غربية كانت جاي لنا الزئردة دي بس هو تريبا تردت في باعها وصبر عليها ثلاث شهور ونص لحد ما كبرت وازدادت حلاوة وبانت على حقيقتها وباقت الامر دي طيب بكام يعمل حاج هنقول فيها الفين جني الكلبة فيها بوز علشان هي في سن المساخة مش علشان هي مبوزة وانا متأكد من اللي بقوله لك ومتأكد ان الانتايا دي حيطلع فيها حجم كويس جمجومة حلوة فيها تدريب وفيها شراسة فطرية كلبة كويسة شوف اهاليها هتطمن حتى لو هتشوف الام بس هتطمن ما تقلقش لونها تقريبا بلو مش اسود بس الكاميرا جايبها كأنها اسود شوفها الحقيقة هتتبسط خلي بالك فلو عايزها اتواصل على صاحبه في نهاية الفيديو لازم نصلى على النبي تاني والعبدالله السلام لو انا بتأخر والله في عرض الفيديوهات عايز اقولك انا بصور دلوقتي والساعة حوالي اتنين وعند شغل الساعة 8 الصبح فعذروني مفيش وقت لكن بحاول ارديكم في حتة ان انا ازلكوا فيديوهات تشوفوا كلاب للي عايز يشتري والناس اللي بعتالي ما اكونش اتأخرت عليهم يعني بحاول اقدم وقدر اضغط على نفسي عشان المحتوى دا يتقدم واللي عايز يشتري يشتري واللي عايز يبيع ربنا يسهل له حالا فعذر اخوكو يعني وعايز اقولك صباحك فل السلام عليكم